نعم بما أنه المواطن هو صلب الموضوع وهو الأساس في الدولة الجزائرية بما أننا قلنا أن الدولة الجزائرية هي الدولة اجتماعية هل نزل حزبكم إلى أرض الواقع وما الذي لمسه في المواطن الجزائري ماذا يريد المواطن الجزائري هل قمتم بزيارات إلى ولايات مثلا حتى والولايات الكبرى نحن أبناء الجزائر ونمثل الجزائر ومن عمق الجزائر المواطن يعني هذا الشيء الذي نمسه في الشارع والذي يقول العكس نتحداه أراضي تماما عن أداء الرئيس تبون باش نكونوا متفاهمين بالنسبة لي لدرجة أنه كان نشأت الآن علاقة أبوه يعني بين المواطن وبين تبون أي واحد يقولك عمي تبون هذه علاقة أبوه هذا دليل ماذا دليل؟ دليل رضا ولكن هناك بعض الأداء المخيب لبعض القطاعات الحكومية لي أراه يأثر على هذه العلاقة مثلا هناك الآن يعني عدم رضا لدى المواطن مثلا قضية الموقع الإلكتروني خاص بوكلة عدل ليفتحها الثمانية ويغلق على الستة وكأنه إدارة محلية بدون أن يخرج واحد من وكلة عدل أو من وزارة السكن يشرح للمواطن ما هو سبب هذا الخلل لماذا المواطن لا يسجل إلا بصعوبة؟ ولماذا هذا السيت هذا اللي انتظره المواطنون منذ سنوات؟ يعني الجزائر باشرت في عملية الرقمنا ورئيس يحث على الرقمنا أصبحت أولوية بالنسبة للدولة بهذه الممارسات البيروقراطية أو لا تقول له مثلا سجل في الموقع ثم اطبع الاستمارة وجيبها لي بمعنى عرف الماء بالماء هذه هي عرف هناك يعني خلل على مستوى الأداء الحكومي نتيجة للعقلية البيروقراطية هذه البيروقراطية هي التي تؤثر على الثقة بين المواطنين والدولة يجب أن مدام أن برنامج الرئيس هو برنامج ثوري فيما يخص الالتزامات الـ 54 لابد أن تكون ثورة على مستوى القطاعات الوزرية والقطاعات الإدارية حتى تتواكب مع هذه الالتزامات لأن الإمكانيات المالية موجودة الإمكانيات المادية موجودة لتنفيذ هذه الالتزامات الإمكانيات البشرية موجودة ولكن أسلوب التسيير المتوارث من العهد الاشتراكي الذي لا زال سائدا هذه الإدارة الجزائرية هذا اللي لازم يتغير حتى من قلش ترجع حتى تتوثق العلاقات بين المواطنين والدولة هذا هو الشيء اللي نلمسوها الآن عن المواطن راتي بالطبع نعطيك مثال منذ ربما سنة أو سنة ونصف كانت هناك قضية المضاربة المواد الأساسية المدعمة نعم المدعمة من طرف الدولة والتي كان يتم إنتاجها بشكل أو بحجم أكبر من حجم الاستهلاك ورغم ذلك في بعض المناطق المواطن لم يكن لقى هذا السلع نتيجة الإحتكار اللي كانت مرسوه لما تدخلت الدولة ووصنت قانون المضاربة أصبحت الآن هذه السلع يعني تعرض على الراصف هذا السلع أصبحت تعرض على الراصف هناك تشبع في الأسواق نعطيك مثال آخر المواطن اليوم لما يروح للمحل مواد غذائية باش يفهم ووش راني نقول لما يدخل سوبيرات من بابتع السوبيرات حتى اللاكاس يلقى أسعار ما نتكلمش عن مسألة الأسعار وإنما من بابتع السوبيرات حتى اللاكاس جميع المنتوجات الموجودة في السوف هذا المحل المواد الغذائية انتاج محلي ما تلقى حتى حاجة مستوردة لا الحلوية لا الشيكولة لا الحليب لا السكر لا الملح لا كل المواد الغاسية المواد النظافة المواد المنزلية كلها انتاج محلي يعني ريهان رفعته الدولة الجزائرية ولكن هذا الريهان حتى يكون مثمر بالشكل المطلوب لا بد للإدارة الجزائرية أن تحدث ثورة وأن تواكب هذا الريهان وأن تواكب تطلعات المواطن يعني المواطن هو رادي اليوم على أداء رئيس الجمهوري أدنجي التبون في سنواته فيما يخص الالتزامات التي تعهد بها سنة 2019